وعلى هامش فعاليات احتفالية اطلاق الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية تفقد رئيس مجلس الوزارة مصطفى مدبولي معرض مصر الأول لحقوق الملكية الفكرية وتعرف مدبولي على عدد من المعروضات بأجنحة المعرض الخاصة بعدد من الجماعات المصرية والمؤسسات البحثية والشركات والتي تضم تصميمات ونماذج ابتكارات فريدة في عدة مجالات في مقدمتها الوقود الأخضر ومنتجات صديقة للبيئة كما تضمنت المعروضات نماذج مبتكرة من التقاوي ومنتجات الخضر والفاكهة والمنسجات والالكترونيات وأشهد رئيس مجلس الوزارة بكافة المعروضات في أجنحة المعرض المختلفة مؤكدا أن جميع هذه المعروضات تبين بلا شك قدرة الإنسان المصري على الإبداع في شتى المجالات وأن الدولة تبذل جهودها من أجل دعم البحث العلمي في هذه الفترة لمساندة المبدعين على الابتكار في جميع المجالات